أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر وقد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس هادانوم وخلال اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني ورئيس شركة الصيانة بمصر للطيران وجه الرئيس السيسي بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له ليتكمل مع عملية التنمية الشاملة في كفة القطاعات بالدولة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد تيدروس هادانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وسكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر وفي ضوء المبادرات الصحية المتنوعة على مستوى الدولة في إطار 100 مليون صحة والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المصريين في المقام الأول وفق أعلى المعايير العالمية خاصة مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحارجة ووصولا إلى تطبيق التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات كما ثمن السيد الرئيس دور منظمة الصحة العالمية والجهود التي قام بها السيد أدهانوم خلال جائحة كورونا خاصة ما يتعلق بتوفير اللقاحات من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيدا بالجهود الوطنية المصرية في مجال الرعاية الصحية خاصة المبادرات الرئاسية المختلفة تحت مظلة 100 مليون صحة والتي ساهمت بشكل لافت في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصريين لسيما من خلال مكافحة الالتهاب الكابدي الفيروسي سي فضلا عن مختلف المبادرات المتنوعة الأخرى مثل مبادرة إنهاء قوائم انتظر مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحريقة ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية والمبادرات الخاصة بصحة الأطفال ومؤكدا اهتمام منظمة الصحة العالمية بتعزيز التعاون مع مصر في هذا الإطار بما يمكن من الاستفادة من التجربة المصرية باعتبارها إحدى التجارب الرائدة على الصعيد الدولي وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز مختلف جهود الدولة التي تم إطلاقها لدعم الصحة العامة في مصر لسيما المبادرات الرئاسية ذات الصلاة إلى جانب دعم منظومة التأمين الصحي الشامل حيث أكد السيد الرئيس أن الدولة مستمرة في تعميم هذه المنظومة لتوفير التوطية الصحية الشاملة لكافة المصريين باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية وبما يساهم في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030 كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء يحيى زكريا إسماعيل رئيس شركة الصيانة بمصر للطيران المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة في كافة القطاعات بالدولة من خلال اعتماد نهج للتطوير والتحديث يقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما في ذلك الموقع الاستراتيجي لمصر كما اطلع السيد الرئيس على الجهود الجارية لتطوير مطاري شرم الشيخ وسانت كاترين بمختلف مكوناتهما خاصة المرافق الرئيسية وممرات الطائرات وذلك استعدادا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية للمناخ نوفمبر المقبل بشرم الشيخ وقد عرض الفريق محمد عباس حلمي في هذا الصدد الأهدف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني كذلك الموقف التنفيذي والخاص بعدد من المشروعات الجارية تنفيذها خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستعابية فضلا عن تطوير وتحديث أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية كذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع